نرحب بحضراتكم من داخل مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة هي أحد أهم مدن الجيل الرابع والتي افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة هذه المدينة منذ أن دخلناها لاحظنا مدى التطور التكنولوجي في كل نواحي الحياة إن كان من خلال الإسكان أيضا من خلال البنية التحتية وأيضا من خلال المرافق سنستعرض مع حضراتكم الآن كيف توصل التطور التكنولوجي في هذه المدينة من ناحية الإسكان إن كان الإسكان الاجتماعي أو إسكان مصر أو جنة مصر أو مختلف البنايات والعمارات التي تتواجد داخل هذه المدينة كيف توفرت أيضا كل مقاومات المدينة الذكية داخل هذه المدينة مدينة المنصورة الجديدة نتعرف عن تفاصيل حول هذه المدينة وأيضا كل المشروعات الخاصة بالإسكان في داخلها يسعدنا أن يكون معنا البشوان سياسر كحلا نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة نراحب بك على الشاشة أكسترانيوز عايزين نتحدث مع حضرتك بداية عن مشروعات الإسكان التي تتواجد هنا داخل المدينة تتنوع هذه المشروعات ما بين الإسكان الاجتماعي وسكن مصر وجنة مصر حدثنا عن هذه المشروعات وكيف أيضا تحقق كل المقاييس والمعايير التي تتوافق ومدن أجيل الرابع احنا طبعا شرفنا بوجود في خامة رئيس الجمهورية وقاموا بافتتاح المرحلة الأونية من المدينة المنصورة الجديدة بإجمال مساحة 2063 في الدن من إجمال المساحة الإجمالية للمنصورة الجديدة 720 بالنسبة لمنصورة الجديدة الإسكان فيه في المنصورة 19430 واحدة شاملة جميع الأنماط السكنية ابتداء من الإسكان الاجتماعي المميز نموذج الساحلي 58 عمارة وإسكان متوسط سكن مصر اللي احنا بتصور فيه حاليا 196 عمارة وإسكان فاخر 486 عمارة دار مصر أو جنة مصر بالإضافة لـ 1149 فيلة موجودة على كنموذج ساحلي الحقيقة أنها في عندنا حوالي 13 نموذج من مازج الفيلات لتناسب كامل متطلبات المواطنين ما بين نمازج مودرن وكلاسيك وما بين سينجل وتوين وتاون فهي إجمالي الوحادات اللي موجودة عنده في المنصورة الجديدة ما يميز مدينة المنصورة الجديدة هي كونها مدينة من مدن الجيل الرابع بالطبع مدن الجيل الرابع تختلف عن المدن العادية حدثنا عن التكنولوجيا المستخدمة هنا داخل هذه المدينة والتي جعلتها من أهم مدن الجيل الرابع في المصر هي الجيل الرابع دي الفترة الزمانية اللي هي من بعد 2014 وعشان كده سميت المدن الجيل الرابع بعد 2014 الجيل الرابع بيمازي أن هي مدن مدن مستدامة والحقيقة أن المدن مستدامة اللي بتسعى وزارة الإسكان ومثلة فائة مجتمع العمونية في تعميم التجربة والإكسار من إنشاء تلك المدن بتحقق شوية معامير وبالتالي احنا يتقل عليها من مدينة مستدامة أولاً إن هي مدينة للجميع يعني مدينة تحتوي على جميع المناطق السكنية ما بين التفصيل اللي قلناه اللي هو سكن إسكان اجتماعي وسكن مصر ودار مصر وإسكان فاخر جيلة في اللات النقطة التانية من معايير الاستدامة إن هي مدينة خضراء يعني مساحة المناطق الخضراء بتتعدى حوالي 25% من الإجمال المساحة يعني المساحة الإجمالية المنصورة الجديدة 7200 فدان فيهم حوالي 2000 فدان فقط مناطق خضراء المعيار التالت اللي بيتقل عليها مدن مستدامة إن هي مدن زكية المعيار الرابع إن هي مدينة خدمية بقى فيها كامل خدمات للمواطنين بصفة عامة الخدمات موجودة بالنسبة للمنصورات الجديدة موجود مدارس تعليم أساسي مدرستين وفيه خمس مساجد وفيه اتنين كنيسة تم انتاء من احدهم وفيه أسواق تجارية بكامل أنشطة مغطية جميع مناط الإسكان وبالإضافة لمركز شرطة وإطفاء وبالإضافة لجامعة المنصورة الجديدة اللي قام في خامة الرئيس بتفقدها اللي هي بتخدم الطلبة في حق الجمهورية والحقيقة إن فيها حوالي 8 كليات تم انتاء منهم والبدء فيهم فعلا كالسنة التانية الدراسية التانية اللي هي كلية قانون دولي وقانونة معاملات والتجارة والأعمال وكلية طب وطب أسنان وصيدلة وهندسة وهندسة منسجات فبالتالي إحنا كمدينة جير رابع زي ما قلت حضرتك إن هي حققت العناصر الرئيسية عشان كيرا يتقال عليها مدينة زجاجة بالتأكيد يعني هذه المدينة أيضا يعني كما تبعنا منذ وجودنا هنا كل المرافق مربوطة ببعضها البعض من خلال جهاز المدينة حدثنا أيضا عن هذه التقنية وكيف يتم الربط بين كل هذه المرافق في مكان واحد بحيث يسهل التحكم وذلك ما يميز أيضا المدن الذكية من أهم العناصر للمدن الذكية إن هي في تحكم ألف المرافق فالمرافق طبيعي اللي يعبره عن الشبكات اللي موجودة في الطرق كمثال مثلا شبكات المية بيبقى خطوط وغرفة غرف محابس فالمدن الجيل الرابع أو مدن الذكية تم تغيير المحابس اليدوية اللي موجودة في معظم المدن لمحابس تحكم آلي كهربية بيبقى فيه كابلات كابل داتا وكابل باور بيوصل لمبنى التحكم الرئيسي اللي هو بياخد من السنترال بيبان في مبنى التحكم الرئيسي اللي في المرحلة التانية ملاصق المرحلة أرونية على طريق الجانبي بيبان شاشة العرض بيبان أي مشاكل تحصل في الشبكات يعني الضغوط ارتفعت في منطقة معينة أو قلت بيقدر اللي بيتحكم في الشاشة ده يعرف المشكلة فين ويقدر يوقف قطاع معينة بضغط الزر بحيث يوفر المجهود ويوفر التكلفة في الصيانة من أهم ما يميز المنصورة الجديدة كونها أيضا بجانب كونها مدينة يعني قياسية للسكن المصري ولكنها أيضا مصيف لسكان الدلتا يعني يقرب إليهم المصيف بشكل كبير نظرا لتواجدها في الدلتا تتوسط مدن الدلتا ومحافظات الدلتا حدثنا أيضا كيف توفر هذه المدينة المصيف لكل سكان أهلين في الدلتا هو الحقيقة طبعا المنصورة الجديدة بطول 15 كيلو على البحر المتوسط المحاولة التي تمت ماء فيها وتسلمها 4 كيلو ومتين هي بتوسط محافظات دومياط ومحافظة دهلية ومحافظة كفر الشيخ بالإضافة للمحافظة الغربية بتابعت حوالي 60 كيلو مننا فبالتالي هي منطقة جذب للمواطنين في المحافظات دي بالإضافة إن الكورنيش وحضركة صوري الوقتي عبارة عن ممشى سياحي بيحتوى على كافتريات وبرجولات وحرط دراجات وجلسات ومقاعد وبرجولات وبالتالي فهو منظر حضاري راقي وأنا بستعير كلمة معالي الوزير لما قال في العرض إن تم تنفيذ الشاطئ لتحقيق الوظيفة الرئيسية وهي حماية الشواطئ بأسلوب عصري وتصميم حضاري بالتأكيد أخيرا يا بش مهندس هذه هي المرحلة الأولى التي تحدثت عنها حدثنا أيضا عن المرحلة الثانية نسبة الإنجاز في هذه المرحلة ويعني المعاد المتوقع حتى يتم تسليم هذه المرحلة أيضا المرحلة الثانية الحقيقة إنها اعتبر شرق المرحلة الأولية بمساحة 1500 فدان والحقيقة احنا اشتغلنا في العمارات السكنية فيها كنموذج سكن مصر ونموذج جنة مصر وتم انتهاء من أعمال هيكل بنسبة 80% وباقي المساحة اللي موجودة بتاعت المنطقة المرحلة الثانية هي عبارة عن فيها جامعة المنصورة اللي فعلا شغالة واستلمناها وفيه بعض القطع السكنية اللي تم حاليا معروضة للمواطنين يعني فيه حاليا بدأ الحجز من 8-12 تم فتح موقع إلكتروني للحجز تابع لهيئة المجتمعات المرحلية فيه قطع سكنية بمساحات تتراوح من 600 ل800 متر المساحات دي موجودة ومتاحة لجميع المواطنين بيدخلوا الموقع الموقع الإلكتروني وبيبدأ يحجز القطع أو يبدأ إجراءات الحجز القطع السكنية اللي هو بيرغبها وإن شاء الله في خلال شهرين بينتهي الحجز ويبدأ تخصيص للقطع السكنية شكرا جزيلا لنورتال شاشة أكسترانيوز شكرا جزيلا إذن مشاهدين مدينة المنصورة الجديدة هي أفضل مثال لمدن الجيل الرابع تطور في مختلف نواحي الحياة مدينة ذكية متكاملة توفر لكل سكانها أو المصيفين في داخلها كل ما يحتاجونه لقضاء أفضل وأمتع الأوقات وفق أحدث التقنيات التكنولوجية التي توفر لهم أفضل وأجمل نواحي الحياة وبالعودة مرة أخرى إلى الستوديو